بطش الأهل وميدياما وده التوبك التاني الموضوع التاني اللي هتكلم عليه هيكون على استاد السلام رسميا المباراة هتقام على استاد السلام ليه؟ كولر كان ليه رغبة انه يلعب في ملعب المولين وكولر شايف ان ملعب المولين كان احيا فنية افضل من ملعب السلام وافضل كمان من السفر لسكندرية وتلعب في استاد برج العرب كان ليه رؤية والفترة اللي فاتت الاهل اتأخر شوية في تحديد الملعب لانه كان بيحاول مع الاتحاد الافريقي يختار ملعب المولين العرب ولكن الاتحاد الافريقي كان ليه وجهة نظر تاني تعالوا نشوف احنا انفرضنا في هذه الجزئية من حوالي عشر ايام وقلنا ايه؟ وما كناش ساعتها محتاجين حتى نعمل اتصال تليفوني على الهواء مع مدير هاية الاستاد الاستاذ وليد عبدالوهاب لان احنا تلقينا كده شوية تفاصيل ومعلومات لما تلع صرح وقال الاستاد هيتقفل الفترة اللي جاية فبعتنا وسألنا واستفسرنا عشان نشوف موقف اللي استاد ايه تعالوا نشوف في حلقة 5 موفمبر احنا طلعنا اتكلمنا من قبل اي حد ما ياخد باله ايه اللي هيحصل لما استاد القلاية افل والقال كان بيفكر ازاي الى ان وصلنا بالامس لتحديد ملعب المباراة نطلع نتابع ونرجع لنا عندي تفاصيل جديدة في هذه الجزئية عرفت ان الاتحاد الافريقي المفروض بينتظر خطاب رسمي خلال الساعات اللي جاية عشان يعرف مباراة الاهل في الجولة الاولى هتتلعف فين وسألنا الاستاذ وريد عبد الوهاب مدير هيئة استاد القاهرة وقالنا انه بشكل رسمي استاد القاهرة الدولي هيغلق فجر يوم 17 نوفمبر بعد مباراة منتخبنا الوطني مع جيبوتي في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم الجولة الاولى يوم 16 نوفمبر بالليل على طول بعد المباراة فجر يوم 17 الاستاذ هيتقفل لانه هيتم الصيانة لارضية الملعب وزرع فيما معناه يعني بيقولوا زرع البزرة الشتوية عشان ان نجي لها في الفترة اللي جاي طيب لما سألنا استاذ وليد الاستاذ هيتقفل فترة قد ايه من 17 نوفمبر لغاية قد ايه قالنا لفترة اسبوعين على اقل تقدير يعني بنتكلم من 17 نوفمبر لغاية 4 او 5 ديسمبر بحد اقصى معنى كده ان مباراة الاهلي وميدياما الغاني في الجولة الاولى مش هتتلاعب على استاذ القاهرة مش هتتلاعب على استاذ القاهرة وده كلام نهائي رسمي بنقوله لحضراتكم طيب هذه المباراة تتلاعب فين في الاستاذات المعتمدة في مباراة ادوار المجموعات استاذ القاهرة استاذ السلام استاذ 30 يونيا في الدفاع الجوي استاذ برج العرب استاذ السويس استاذ هيئة قناة السويس بنتكلم على 6 ملعب معتمدة في مصر هل الاهلي يلعب مع ميدياما في استاذ السلام حتى الان الاهلي لم يحدد موقفه في الملعب البديل وقتها الاهلي لم يحدد موقفه في الملعب البديل بعت للاتحاد الافريقي على مدار الاسبوع والعشر تيام اللي فاته بيطلب انه يلعب في استاذ المقولين العرب الموضوع ما خدش 24 ساعة 48 ساعة من دي وان رد الاتحاد الافريقي ملعب الملعب العرب ليس من ضمن الملعب المعتمدة اللي احنا بعتناها في خطاب رسمي قبل انطلاق دور المجموعات عشان نحدد لكل نادي هيلعب فين وبالتالي فكرة اللعب في الملعب فكرة غير مطروحة اطلاقا فالاهلي طلب انه على الاقل تكون فيه لجنة تفتيش تيجي تزور الاستاذ على الاقل للمعينة عشان لو اديت ابروه يبقى اوكي برضو الاتحاد الافريقي تمسك وقال لك لعندك ست ملعب معتمدة اختار منها اذا مالك اختار برج العرب السلام مع ايكلاب عليه مباراة فيوتشر في الكونفيدرالية بيرامدز عنده ملعب 30 يونيا فكان خلاص الرؤية الفنية مع الامور الادارية في الكاف مش هيبقى فيها تنصيق وبالتالي كان الاهلي محتاج انه يختار ملعب بديل وبالفعل تم اختيار ملعب السلام لإقامة مباراة الاهلي ومديامة الغاني فقط لحين الانتظار ونشوف موقف الساد القاهرة بعد يوم 15 هل هيكون جاهز للصدافة مباراة الاهلي وشباب بولزداد في الجولة التالتة يوم 19 الساعة 6 مساء بتوقيذ القاهرة ولا لسه لو لا قدر الله جينا ليوم 15 او 16 والساد القاهرة مش جاهز ولو ان ده قبلها بخمس سيام الكافة هيسأل اكيد يعني ساعتها الاهلي برضه هيضطر يلعب في استاد السلام مباراة شباب بولزداد طيب ملعب المقولين هل الاهلي هيستغل مبارياته المحلية على الفترة اللي جاية؟ نعم ما هو الامر يا جماعة خدوا بالكو مش برغباتنا ولا برغبات الجمهور كولر شايف ملعب المقولين ان الكنحية فنية اصلح ليه افضل ليه ليه نقطتين نقطة فنية ونقطة لوجستية نقطة فنية وشايف ملعب المقولين قريب يعني ممكن فيه تفاصيل بالساد القاهرة ونقطة لوجستية الراجل مش عايز يسافر مش عايز يسافر على اسكندرية لانه هو عنده سفريات كتير الفترة اللي جاية يعني انت هتلعب مطش ميدياما عندك مطش في القاهرة مع اسموح هيكون في ملعب المقولين بعد كده هتسافر على تنزانيا بعد كده هترجع عندك مباراة مع زد بعد كده هتلعب مباراة مع شباب بولزداد بعد كده هتسافر السعوداء يوم 11-12 عندك مطش يوم 15-12 فالسفريات الكتير والتنقلات الكتير راجل مش عايزها فعشان كده كان شايف ان المقولين اقرب ملعب ممكن يلعب عليه لانه ملعب 30 يونيا ده ملعب بيرابيز ومحدش بيلعب غيره وهو خلاص واخد الملعب ده ومقدمه فيه الرخصة الخاصة بالملعب اللي بيشارك عليها في مباراةه الافريقية السلام هو الملعب البديل بعد الساد القاهرة ومفيش غيره هو والمقولين العرب ملعب طلاع الجيش مش هينفع أمنيا ملعب السكة الحديد برضه ماينفعش أمنيا فبالتالي كان هو شايف ان ملعب المقولين العرب هو أفضل ملعب فبالتالي افريقيا هيلعب في السلام محليا هيلعب فيه استاد المقولين وبالتالي مباراة الاهله واسموحة بعد مباراة ميدياما بـ 72 ساعة هتكون على ملعب المقولين العرب دي كل التفاصيل المتعلقة بالملاعب إلا هتصاديه في مباراة الآلي وإنتم متعودين مننا دايماً الحمد لله ما بنستناش حد يقول معلومة ونقولها وراء دايماً لازم نسبق ولازم نقول لحضراتكم الجديد عشان لما بتطلع المعلومة من على شاشة قناة الآلي بيبقى بالنسبة لكم خبر رسمي منعاً لأي اجتهادات ممكن تسمعوها من أطراف تانية نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل